السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسمعوني تمام الصوت واضح حسنا طيب حب اعرف عن ضيفتنا اليوم تمام الصوت ممتاز اليوم ضيفتنا مهتمة بكل انواع الجمال ومدربة معتمدة في الفنون التشكيلية وبالاخص فن الريزن حاصلة على شهادة تي او تي لتزريب المدربين واعدادهم وكمان حاصلة على بكالوريوس ادارة اعمال مهتمة بعلوم تطوير الذات ومشاركة في تقديم دورات حضورية وتحفيزية وتطبيقية بالاضافة الى عمل دورات اونلاين سواء برعاية شركات معينة او كجيهة خيرية بالاضافة الى ان هي صاحبة حساب نود ارت معانا الفنانة نسرين مصطفى سخاخني حندخلها قسط دحين ننتظر هتدخل عشان نقدر ندخل على الجسد دقائق بس لانتظرها تدخل نختار حسنا لسه ما دخلت أستاذة نسرين طيب بما أنه باقي أستاذة نسرين ما دخلت هكلمكم شوية المسابقة كل نهاية حلقة فيه سؤال وحيكون الجائزة حق السؤال هذا كوبون بخمسمائة ريال مقدم من شركة عالم الهوايات يعني كوبون مشتريات فقط طيب حابة أقول لكم عن حلقة اليوم هي عنوانها عن فن الغيزل وإن شاء الله تكونوا مرة متحمسين لهذا الفن لأنه أنا كمان مرة متحمسة له ومتحمسة لأنا أعرف عنه أشياء كثيرة وإن شاء الله أنتم كمان وإذا حابين تكتبوا أسئلتكم علشان تقدر تجاوب عليها الأستاذة نسرين اكتبوها الحلقة ماكسموم ساعة يعني بس هو على حسب احنا تكون نساعة احنا في انتظار أستاذة نسرين تسلمي تسلمي يا نسرين طيبة جاهزوا أسئلتكم من دحين لفنانتنا وإن شاء الله حتورد عليكم طيبة حنقرأ في الكومنتات في أحد بيقول متى حتتوفر نوع الطين عندكم هي متوفرة بس يمكن في نوعين إلا هي مخلصة وإن شاء الله حتتوفر قريب الطين تطلبين من الموقع من موقعنا موجود الرابط في البايو أدخل عليه قسم فن الخزف وفي كل أنواع الطين الموجودة تناسب مبتدئين أو محترفين كمان ودي أعرف تاريخ الريزن إن شاء الله حنتعرف عنه اليوم هنرجع نشوف أستاذ نسرين أوكي على ما تيجي أستاذ نسرين هندردش معاكم شوية اللي عنده سؤال يتفضل أيوة سأتوفر قريب إن شاء الله يعني قريب قريبا ما عندي تاريخ بالظبط متى حتوصل بس إن شاء الله قريبا تابعينا في صفحتنا كنت جديد بنعلن عنه جدا دقيقة تابعينا في صفحتنا تابعينا في صفحتنا يقول لكم شاي تفوزون في فزولة اليوم يا لاتو والله لو يجب أن نفوز الكل اهلا وسهلا اهلا مساء النور اهلا حبيبتي وجدان السلام عليكم اهلا عليكم السلام معتي وجدان واثنان من علم الهوايات كيف حالك السلام السري بخير يا جلبي كيفكم ان شاء الله انتم بخير اهلا وسهلا بكم افنان وجدان حياكم الله واهلا وسهلا بالمتابعين كلهم كل سنة انت طيبة وانت بخير وسعادة يا رب حبيب طيب السادة سري حابين اول شي نعرف ايش هو فن الريزن هو فن الريزن حبيبتي هو عبارة عن يعني هو اصلا كانوا استخدموه لهم فترة من زمان في استخدامات البناء واستخدامات الطلاق بس السنوات الاخيرة هادي حبينا ايش يعني نفس الفناني اللي اكتشفوا انه هذه المادة ممكن تستخدم اه في الدكورات والاعمال الفنية والاعمال اليدوية فهي بالتالي عبارة عن مادة شبيهة بالزجاج من ناحية اللمعان من ناحية الصلابة وفي نفس الوقت شبيهة بالبلاستيك المقوة من ناحية انه غير قابل الكسر فهم عليها بحيث نحن كفنيين ممكن نشكل منها اشكال وديكورات اه ممكن نتفنن عموما في عمل لوحات في عمل زي ما قلت لك عمل ديكورات منزلية عموما يعني كديكورات او جدار او طلاع اي شيء من الاعمال اليدوية اللي ممكن نحن نمارسها عموما كنساء او كفنيين او حرفيين. ما شاء الله ممتازة. اه طيب اش با اش هي مادة تلريزن يعني هي تشقبها هادي جزاج بس هي مهي جزاج صح ولا مهي. لا هي عبارة حبيبتي اه المادة زي ما قلت لك هي اه شبيهة بالجزاج. اه بس هي قبل يعني كمادة خام هي عبارة عن مادتين نخلطها مع بعض عشان تعطيني مادة تلريزن. خلاص. اه عبارة عن مادتين. المادة الاول نحن نقول لها راتينج والمادة التانية هي المصلب او الهارنر. طبعا نخلطهم مع بعض بنسب معينة. اه عشان تعطينا اه التكوين النهائي اللي هو نطلق عليه باسم راتينج. اه نطلق عليه باسم ريزن. فهمين عليك. هل الريزن انواع? ايوة طبعا. اه هو الريزن عموما انواع مثلا في منه الايبوكتي. اه في من البوليستر كلهم يعني نفس المادة بس هم لعبوا عموما في تركيباته بحيث لو زودوا مثلا المصلب واضافوا عليه اضافات خارجية ممكن نطلق عليه ايبوكتي. خلاص. لو اضافنا عليه مثلا مواد برضو كيميائية زيادة وحطينا على ايبودرة معينة اه مع نفس الريزن. نقدر نعتمد يعني نطلق عليه اسم بوليستر. فهم عليك. بس هو كل الاسماء عموما او كل التكوين تكوين واحد فقط. نضيف عليه بعض الادوات او الخامات الكيميائية بحيث اه نطلق عليها المسميات المتفرعة من اسم ريزن. بس هو نفس الاستخدام يعني. لا 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 مو نفس الاستخدام يعني. بس ايوة لا مختلف يعني احنا نحن نحن من الريزن. نعم مثلا عنديك الريزن اللي هو الريزن اللي نحن نستخدمه في العمال الفنية. هذي مخصص للعمال الفنية. اه ما فيها ضرر ما فيها يعني حتى نسبة الضرر خفيفة جدا عن انواع التانية. في مثلا الايبوكسي مثلا اه سخدموه في الاسطح الصلبة شوي زيادة. اه ممكن استخدمها في كانوا زمان يعني النسحة ولا الديكورات وزي كده استخدموها مثلا في الانابيب تبع البناء نفسها. الانابيب والاشياء اللي الفهم عليك. اما اه عندك اما كل ما تبع مو لها خصائص مختلفة عن التانية. بس اريزن اللي احنا نستخدموه مخصص للعمال الفنية. ممتع. طيب استاذا نسرين فيه سؤال هنا يقول اقدر استخدم الريزن كورنيش? ايه نفس الانو بيعطيكي نفس لمعة الزجاج. اوه بيحمولي مثلا زي اعمال الديكورات بعض احنا نحن نستخدم خلاص بعد ما نخلص العمل تبعنا وممكن نطليه بالريزن بحيس يعطيهن نفس اللمعان تبع الزجاج. اوكي ممتع. طيب استاذا نسرين هل هادي المادة آمنة للبشر او الاطفال مادة الريزن? اه بعد استخدامها ممكن نقول يعني بعد ما تتصلب عندنا ممكن يعني يعني اعتبت 80% انها آمنة بإذن الله. بس مع ذلك يعني انا كمدربة اه ما انصح يعني صحيح بيقول لك بعض الريزنات انه اه يعني ايش يقول لك انها آمنة ويعني مصرحة من هيئة الدواء والغذاء. بس انا كمدربة ما انصح الصراحة انو مسلا اه تستخدمي. اه قاعدة ريزن صحيح ريزن تستخدميه مسلا في الاواني المنزلية. اني بتحطي مسلا اكل مسلا زي عندك من القاعدة عندي. ما انصح انك تستخدميها اه الاكل مباشرة على العمل تبعك اوكي. يعني مسلا حطيله مسلا ورق حطيله ورق زبدة اي شيء يكون حائل بين الاكل نفسه وبين العمل تبعي. لكن استخدامه اه قبل لا اتسلط اه برضو عليه طبعا الاحترازات على تحصيراته. انه برضو انه بعض الريزنات بيقول لك انه هي امنة بس مع ذلك ما يحبذ يعني ما يحبذ انك مسلا تخلي اولادك او تخلي اخوانك الصغار يعني استخدموه مدة طويلة انه برضو بيأثر يعني برضو في النهاية يعني مادة كينيائية يعني فاهم علي. تمام. اه هل مادة الريزي هتصفر بعد مدة ذي البرون او لا? اه والله ايش بالصراح هو ممكن تأثر او ممكن تتغير الوانها اه مع اختلاف الجوع عموما. خلاص يعني احنا عندنا هنا الريزي مسلا اجود انواع الريزي ممكن بعد سنة اوكي بعد سنة ممكن تلاحظون في اه شوية تغيير او شوية تغيير او شوية اه اصفرها خصوصا بالاعمال اللي فيها شفافية. اوكي? لكن اه طبعا فيه ريزي مات فيه شركات كثيرة للريزي. اه فيه شركات مثلا من ثلاثة شهور تبدأ تصفر عندك الريزين تبعك. فعما العمل تبعك. فيه اعمال مثلا اه بعد ستة شوء. فعما كيف انتي علشان تحافظ على الريزين او تحافظ العمل تبعك على نفس العمل. اه انك مثلا ما تعرضي للشمس. ما تعرضي الاماكن حارة ساخنة. علشان ايش لا ان نفس يعني نفس قوام الريزين او نفس الوان الريزين تتأثر. فهم علي. اوكي. تمام. طيب استادة نسرين فيه سؤال كمان بيقول طيب انا كما ابتدأ في فن الريزين ايش لازم اعرف حتى ابدأ فيه. اه لازم تعرف يا حبيبتي اول شي انك اه تجاهز نفسك يعني انت مثلا حابة تدخل في فن. فن اي شي في الحياة مثلا فان ريزين او اي فن. اول شي اكون انت عندك الرغبة انك تدخل لدالشي طبعا تدخل لدالمجال. خلاص الرغبة هي اللي حتحركك حتخليك تستمر. اه طبعا تعمق في الفن اللي انتي تبددخل فيه. لازم تقري تشوف تتصفح تتعمق في تعملي بعد كده بيئة عمل. يعني خلاص انا عرفت الريزين ايش احتاج. احتاج بيئة عمل. احتاج طاولة. احتاج مثلا اه مجفف. احتاج ادوات معينة انا احضرها. اه بعد كده طبعا انت بعد كده لازم تستمر في الاعمال حقتك اتجرب الاعمال طبعي. لازم تبدأ تتعمق وتبدأ تعرفي تاخد دروس في عملية. اما عن الادوات اللي مسلا هتبدأ فيها في البداية. فهي اشياء بسيطة جدا بنات. يعني مش بشرط انك تجيبي او تكلفي نفسك التكلفة العالية جدا. ايك في انك تجيبي مادة الريزين وقالب. عنديك حتى القالب. يعني احنا نقدر نصنعه بنفسنا يعني من السلصال. السلصال العادي حقنا هادا هادا الاطفال اللي احنا استخدموا في المكتبات. او استقصال عادي. ممكن نعمل بيه قالب. وعندنا مادة الريزين والوان. خلاص كده هذي ثلاث اساسيات نحنا نحتاجها. بعد كده هنجيب لي طبعا الاكواب. نحتاج اكواب. نحتاج الملاعب. نحتاج الاشياء البسيطة دي اللي نحنا رح نخلط فيها. بس الاساسيات اللي هي الريزين. الوان وقالب للعمل تبعي. كده انا كده تهيئت بيئة مبدئية للعمل تبعي. فما لا يقول. اتفضل. ماني سامعتك كده. كده تمام سامعتني? ايوة حبيبتي هادا. تفضل يا كده. ايوة استادة نسرين. طيب هل يحتاج الوان معينة لفن الريزين? ايوة طبعا في فن الريزين له انواع كثيرة من الالوان. اه رح اوضح لك اياها الان. اه في عندنا طبعا الالوان الريزين. اه اه في شركات كثيرة. هادي الوان مخصصة للريزين. خلاص هادي الالوان. ما دري شايفتها ولا لا? هادي الوان. هادي الوان. ايوة الوان مخصصة للريزين طبعا انا عندنا عشت تخدم اه الوان تبع جرافيتي. بس في انواع كثيرة في السوق ممكن نستخدمها. اه خاصة بالريزين. خلاص هادي الوان سائلة تجين الوان صريحة. خلاص يعني اصفر بمعنى اصفر اخضر بمعنى اخضر اللي هي الالوان الاساسية. خلاص هادي اول نوع من انواع الريزين. الوان الريزين. كمان عندنا الوان الميلاتيك. اه طبعا هي تجي الوان معدنية. بس يارك قربية من الكاميرا لانه ما هو بحبيتني. شوفوا. الوان تجيكي معدنية زي كده. اللي فيها اه شوية تحسيها فيها لمعة معدنية. تمام. طبعا هي الوان كريمية طبعا تجينا برضو نوعين الميلاتيك. مسان تجينا اه ميلاتيك باودر وميلاتيك كريمي. خلاص. في عندنا كمانة. الباودر اللي هو اللون او النوع الثالث. اللي هو الوان باودر او المايكة. برضو نفسك اكاية حاجينا معدنية بس تكون اقوى من الوان الميلاتيك. شايفين? يعني طبعا في درجات كثيرة جدا وطبعا تعمل تأثيرات مختلفة. يعني كل نوع من الوان دي تعملك تأثيرات مختلفة يا بنا. وطبعا. ما نجدها بالموية الالوان هادي? لا طبعا الموية اطلاقا اطلاقا ما تجري بها من الريزن. يعني الريزن والموية ما تفاهم علي اي لون. يعني شفت الاكريليك. الاكريليك العادي ده اللي عندنا احنا ما نقدر نستخدمه. مع الريزن بسبب وجود نسبة موية فيه. فاهم عمليك؟ احنا نقدر نستخدم الاكريليك بس بشرط يكون عندنا نسبة الموية جدا منخفض. يعني عندنا هاد الماركة اوكي اكريليك اوكي نقدر نستخدمه مع الريزن لسبب واحد انه كريمي وما فيه نسبة موية. خلاص اما الاكريليك اللي ممكن يلاقيه سائل جدا ومجرد ما نعصره بيطلع لنا كمية موية فنعرف انه هادي هادي نوعية مستبعدة تماما في انه نحن نشتغل مع الريزن بيها اوكي. كمان عندنا اا علوان الزجاج مسلا ممكن نحن نستخدمها. تمام هي دينا سائلة ممكن نخلطها طبعا بالريزن طبعا بعد ما نخلط نسبة الريزن. اا انا من بقول لكم الريزن هو عبارة عن راتينش ومصلب بنات لهم نسب معينة. بعد ما نخلطها ونتأكد انه نخلط تمام بعد كده نبدأ نضيف الالوان عليه. على حسب التكنيك تبعك. خلاص? عندنا كمان الوان الكحلية. ما طبعا برضو في امركات كتير بنات وشركات كتير. اا طبعا تأثيرها طبعا لبنات زيء. انا ما نجي ننثر بودرة او طبعا شير جوة الموية شايفين كيف تأثيرها بيجيك كده تأثيرها كده في نثرات جوة الريزن. فعادي الوان كحلية. اما كان سؤالك عن الوان الزيتية طبعا انا ما افضل انه نحن نستخدمها مع الريزن بسبب انه هي فيها زيت. بالتالي ما انشوف بسرعة. بالتالي انا العمل حقي ممكن يضل عندي يومين. تلاتة يام انا ما جاف عندي تمام. بسبب انه ايش المادة الزيتية دي الموجودة اا في الالوان الزيتية. طيب استادة نسرين في طريقة لدمج الالوان مع الريزن? اا طريقة جدا سهلة انك تخذي كمية لون طبعا انا مرة ما افضل انك تبقي مسلا تخوطه بالالوان كمية كثيرة اوكي. يعني تخذي خلاص انا خلط زي ما قلتلك خلط عندي الريزن مع الريزن تمام يعني خلطه تمام طبعا هادي برته من الاساسيات اللازم نتعلمها انه الريزن الريزن لازم انخلطه جدا تمام بنات اوكي. اا بعد كده طبعا الحزب بالتكنيك تبعنا فيه تكنيكات اا ما يحتاج لها وقت اوكي. ما يحتاج انه الريزن يكون ثقيل عندي. فبالتالي انا اجي اخذ كمية بسيطة جدا من اللون واجه اخلطه بالريزن اوكي. اتاكد انه هاد اللون اللي انا وصلت له هو ده اللون اللي انا ابغاه. اللون اللي انا خلطته ما فيه كتل خلاص اوكي تمام. اذا اذا كان اللون عندي كريمي مسلا ويحتاج اني اخلطه تمام فان اخلط كمية بسيطة اوكي من الريزن مع كمية بسيطة من اللون اتاكد من اللون انه اندمج تماما مع الريزن بعد كده ابدأ ازود الكمية تبعني. يعني ما انصح اطلاقا بنات اني ابدأ بكمية كبيرة. احط كمية بسيطة مع الريزن واشوف اذا كان ناسبني او لا وابدأ اضيفه. طيب تمام ممتاز. اه طيب استاد بنسرين انتي تكلمت عن الاحبار الكحولية شي زي كده. اه ايش هي بالزبط يعني. هي عبارة عن مادة كحولية زائد لون اوكي. اه فطبعا قلت لك الاحبار الكحولية لها تأثيرات معينة في نفس القالة في نفس العمل تبعي. اه في ناس طبعا يفضلوها في ناس الاحبار الاخرى الاخرى الالوان الاخرى. بس عموانا احبار الكحولية تأثيرها زي ما قلت لك تعمل نثر جود القوالب. اه بالاضافة انه لها مسلا في التكنيك الاحبار الكحولية مسلا ايبالك تنتبهي انه مسلا ما نعرض للتورش. ايبالك تنتبه انه مسلا ما نثقل الريزن. فبالتالي انا من اضع استخدم الوان كحولية احط في بالي اني يكون اول النقطة انه تكون الريزن عندي خفيف مستقيل. اني انا اقلط وعلى طول ابدأ اصبه في القالب. تاني نقطة عندي انه ما اوجه هالتورش اللي هو الولاعة ممكن يقولوله بعض البنات. ما اوجه النار او الشعل او التورش على العمل عندي بعد ما اضيف اللون الكحولي. خلاص? لانه اللون الكحولي زي ما قلت لك هو فيها نسبة عالية من الكحول. بالتالي ممكن اشتغل عندي. فانا علشان لا اتعرض للمشاكل او انه ابتعد عن المشكلة دي. فانا اسكب الريزن في القالب تبعي. بعد كده اوجه هالتورش عليه اشيل الفقهات تماما. بعد كده اوجه او احط النقاط تبع الوان الكحولية اوزعها على حسب رغبتي انا على حسب الالوان اللي حابة استخدمها في القالب تبعي. الحمد لله ساري عبدا. طيب استاذا نسرين اش هي تقنيات فن الريزن? التقنيات هو في انواع كثيرة او تكنيكات كثيرة من الفن الريزن بس انا هقولك اشعارها مثلا. عندنا اللي هو اول تكنيك اللي هو المعربي. المعربي. المعربي اللي هو او هو اللي بيقوله التنخيم. شوفي هادا معربي. اوكي. طبعا التكنيكات كيف بتكون احنا بناخدها في بداية الدورك اعمال صغيرة زي كده بنسويها في قوالب صغيرة. بنسويها على تعليقات على اشياء زي الاكزامبل اوكي. بعد كده نبدأ بعد ما نتعمل خلاص مع الريزن يبدأ نشتغل على الواح كبيرة. نشتغلها على طاولات مثلا نشتغلها على جدران يعني نفهم عليا. بس اهم شي تار في التكنيك تبعي. فاول تكنيك اللي هو تكنيك الترخيم. او المعربي. هادا اول تكنيك. كمانا. تكنيك الجيود. طبعا الجيود هو حجر طبيعي اضمن. او حجر كريم. فا هادا التكنيك يعتبر اسمه حجر الجيود او تكنيك الجيود. هادا من نفس الريزن انت مسوياته ولا? ايوه هادا نفس الريزن محاكاة لحجر الجيود. طبعا هو حجر الجيود نفس الشكل. بيجينا كده على طبقات. اه زي كده بيجينا على الطبقات اوكي. فنحنا في مع الريزن نبدأ نحاكي الافكار هذه. يعني خلاص نشوف الطبيعة نشوف الواقع هو كده كشكل وكيف مسلا حجر الجيود نبدأ نطبقه بكل واحدة على حسب زوجها على حسب نظرتها يعني فهم عليها. اهم شي ان حاكيه. يعني ما تبعد كتير عن انه فكرة حجر الجيود بيجيكي بطبقات زي كده. فهذا التكنيك التاني اسمه تكنيك الحجر الكريمة او تكنيك الجيود. طمعا. طمعا هنا تكنيك ثالث اللي هو تكنيك موج البحر. بيجينا زي كده طبعا موج البحر. اه موج البحر طبعا برضو نفس الحكاية نحنا هنا بنحاكي اه البحر تأثيرات البحر طبعا اه كله بالريزن. كمانية تكنيك الورد الخلق. هذي يعني كل نوع من الالوان اقدر اسوي فيه تكنيك ولا اي نوع من الالوان اقدر اسويها. اه ممكن تستخدم اي لون اي نوع من الالوان ممكن تستخدميها. ما عادل الوان كحلية. الوان كحلية زي ما قلت لك هي تأثيرها محدود. ويعني مثلا زي ميلاتيك بيتجفي فيه. اه مو بتجفي بتخلطيه بالثقيني بتعمله باشكال بيقدر تحكم فيها اوكي. هو تأثيره اه او جماله فقط في المثراك اللي قلت لك علي. فعندنا كمانا تكنيك عندنا تكنيك الوردة. شايفة. هذي الوان ميلاتيك يعني. ممكن نستخدم الوان ميلاتيك. ممكن نستخدم اه الوان ريزن. يعني في اي تكنيك ممكن نستخدم اي نوع من الوان. لكن المعدة اللي هو الوان كحلية ما بتحطينا تأثير. غير تأثير محدود اللي هو قلت لكم النثرات داخل القوالب. ده تكنيك الوردة طبعا احنا نحاكي فيها الوردة. عموما بكذا الشكل بكذا نموتج. وكمان عندنا تكنيك اللي هو السكب المباشر. اللي هو يجيك زي كده سكب تجريدي للالوان. تبع الشكل. ممكن نستخدم اي كده مسلا برضو سكب مباشر. اللي هو نستخدم فيها نعمل فيها زي كده الفواصل تبع الكتب. ممكن نعمل فيها قلائد حروف. يعني فهم علي. المجال مفتوح فقط انت حديد فكرتك. طبعا هذي كلها سكب مباشر. انه نحن نستخدم السكب ونضيف عليها انخامات. زي الورود. زي هنا كليتر وخرزات. فكلها تعطيني نفس التكنيك. طبعا هذي تكنيك السكب. وطبعا فيه تكنيكات تانية بنا. هو نقدر ندمج الالوان حق الريزن مع بعض. ماليش عفوان من يا ساما؟ ماليش اصبت بعيد استوزة. كنت بسألك سؤال انه هل نقدر ندمج الوان الريزن مع بعض. بس عادي كم الريزن. يعني مثلا انا يعني قصدك مثلا انا عندي عمل وحاب استخدم. لون سائل. لون ريزن. سائل مع لون ميلاتيك مع لون زي كده قصدك يعني. ايا. يس ممكن. يعني زي هنا عندي مثلا خاني اواريك النموذج ده. انا عندي هنا. شوف المستخدمة كزا لون. اللي هو مثلا لون ابيض. لون سائل. اوكي. اللون الدهبي. الدهبي اللولي. هو لون ميلاتيك. واللون الدهبي الغامق هذا لون بوي. فانا استخدمت كزا لون او كزا نوع مع بعض عشان اعطيني شكل معين. فممكن تستخدمي. بس قلت لك على حسب التكنيك تبعك. يعني مثلا. عندنا في الساقب المباشر احنا ما نحتاج ان احنا نفقل الريزن. نحتاجه سائل. خلاص عندنا تكنيك اللي لجيود مثلا لازم نفقل الريزن. ليش? علشان تعمل لنا حدود بين الالوان. ما تندنيج الالوان مع بعض. فانت على حسب التكنيك اللي انت بتتبعيه. تخلط الالوانك وتحتمديها وتثقل الريزن حقك. يعني انت خلاص عارفة. مسلا انا في تكنيك معين احتاج انه يكون الالوان مفصولة عن بعض. وبالتالي اجي اثقل الريزن. طيب انا مسلا في التكنيك تاني محتاجة الالوان تكون مخلوطة مع بعض. وبالتالي انا اخنف الريزن. اوكي. خلو. هذه كل التكنيكات حق الريزن. اه ايوا هذه تكنيكات. مش تلع عالم. نعم ماني سامة. عالم تكنيكات الريزن ما شاء الله. ايوا هو انا بقولك ما شاء الله كبرك الله. يعني هو التكنيكات كثيرة. بس اللي مطلوبة دايما في يعني دايما نشوفها في المتاجر او الكثير البنات يطلبوها. اللي هو اكتر شيء الجيود. التلخيم. المسلا السكب. يعني مثلا البنات اللي يحبوا يعملوا الاكسسوارات. ويعملوا مثلا التعليقات حق السيارات والاشياء دي. يحبوا يحتمدوا السكب. اوكي. في ناس لا بنات مثلا يحبوا مثلا التلخيم فيستخدموا مثلا في الطاولات. اوكي. في بعضهم استخدموا الجيود مثلا عشان يحبوا مثلا يعملوا السبوتة تبع يعني تبع الحلاء. التبع التقديمات يعني فهم علي. فكل وحدة لها جمالها في منطقة معينة. اوكي. يعني كل وحدة على حسب فكرتها. على حسب هي ايش حابة تبتكر يعني فهم علي. بس هي عموما كل التكنيكات ممكن تنفذيها على طاولة. ممكن تنفذيها على لوحة. ممكن تنفذيها على حتى لو تبتسوي نسلا. اوكي. اوكي. ممكن تنفذيها. بس اعرف التكنيك اللي انتي حابة تستخدميه علشان اوكي. اوكي. في طاولة. اوكي. مستخدمة فيها الخشب العادي. اوكي. مثلا الخشب اللي هو تارف الخشب العادي اللي هو اجيكي. اللي زي عند النجارين. فبالتالي ان الخشب هذا العادي اللي ممكن ينباع في اي مكان. لازم اسسه. اوكي. في نوع خشب معين ما احتاج تأسيس. زي الخشب الطبيعي ما احتاج تأسيس. زي الخشب الـ MDF ما احتاج تأسيس. التأسيس عندنا الخشب كمان اللي عليه طبقة الميلامين. فبالتالي انواع الاخشاب اللي اسسه هو الخشب المتوفي في كل مكان. اللي هو الخشب العادي. هاد الخشب العادي ناسسه. كيف ناسسه؟ اما بجيسه اما بلون اكريليك. اما بجيسه اما بلون اكريليك. اما الاخشابة التانية اللي جينا مطلية مثلا فوقها MDF قشرة الميلامين. او عندنا الخشب الثالث اللي هو مثلا بـ المصنع بـ MDF. والخشب الثالث الرابع اللي هو الخشب الطبيعي هاد كلها ما تتأسس. يعني ما احتاج تأسيس. طيب استاذ سوزان في سؤال هنا تكلم يعني المرحلة الاخيرة اللي يصير فيها الريزم قطعات جاهزة قاسية. طيب عندنا المرحلة الاخيرة هل تكصد المرحلة الاخيرة بعد ما انا انتهي من قطعتي اش رح اسوي مثلا كيف اعمل لها طبقة اخيرة. اذا كانت تكسب كده فالطبقة الاخيرة الاعمال اللي احنا بديها بديها. بس الله ليك عملي مثلا. احتاجوا طبقة اخيرة طالعي. انا هنا العمل عندي انتهيت منه. خلاص. ليش احتاج طبقة اخيرة. احتاج طبقة اخيرة علشان لو شفت الحواف هادي. شايف الحواف في حواف بارزة. طيب الطبقة الاخيرة رح تعمل لازل امتلاء. خلاص امتلاء لي العمل تبعي. فان احتاج للطبقة الاخيرة علشان اعمل امتلاء عشان اغطي العيوب مثلا فلنفرض انه فيها خدوش. اه فلنفرض انه فيها مثلا منطقة فيها فقاعة مثلا. او منطقة فيها اه نفس الريزن غاير على جوه. فانا ايش اعمل عشان اعالج المشكلة دي. اجيب طبقة اخيرة واعمل امتلاء وتغطية للعمل تبعي. فبالتالي النتيجة هتعطيني زي كده. شايفة. في لمعة. فاهم علي. وبنفس الوقت طبقة حماية وتغطية لكل شيء او كل عيب ممكن كان في القالب تبعي. او في العمل تبعي. طيب كمان. في سؤال ثاني كمان. طيب انا ابي اشكل الريزن قبل يتصلب. كم ياخد وقت ابي صحة مجوه. يعني كم ياخد الوقت قبل ما يصير قطعة قاسية. ايو طيب انا اقول لك انه كل شركة يا بنات لها وقت تصلب معين. اوكي. يعني مثلا انتي حابة تشتغلي وحابة تعرفي. مثلا انا هنا استخدم ريزن جرافتي اوكي. ريزن جرافتي انا عندي. البنات كل اللي بيستخدم ريزن جرافتي وقت التصلب حقها من خمسة وعشرين دقيقة الى خمسة وثلاثين دقيقة. بعد كده هبدأ الريزن يصير ثقيل عندي. اوكي. طيب. في بنات مثلا يستخدموا شركة تانية. ريزن مثلا الانصاري. ريزن انصاري ياخد تقريبا ما ياخد ربع ساعة لبعضهم. يعني بعد تقريبا عشر دقائق يبدأ الريزن اضغر عندي. فبالتالي نسبة الثقل او او اه ادمدة تصلب هذي انا ما اقدر اتكلم فيها ليش? لانه كل شركة تختلف. فانا مسلا لو اتكلمت وقلت لكم مسلا من خمسة وعشرين لثلاثين طبقا هنا فقط ريزن جرافتي اللي بيعطيني الفرصة دي. لكن مسلا ريزينات تانية ما بتحطيني الفرصة دي. في ريزينات مسلا اه تاخد تقريبا من ساعة الى ساعة وربعة عشان ابدأ ادخل في مرحة تصلب. خلاص? فكل شركة ولها اه مدة تصلب معينة. طبعا لازم تسألوا اه نفس البائع يعني مسلا انت اشتريت ريزن جرافتي. في ريزن جرافتي اصلا كاتب لك المعلومات هذي كلها عالغلاف. اه عندك الانصاري نفس الشيء قبل تشتريه فانتي اسأل يعني المعلومات هذي. لانه ضرورية تفهم. ضروري انك تفهموا. اه قدي ايش بتتصلب قدي ايش اه اه اني سبتبع الريزن اللي انا معاي او الشركة تبعي اللي انا بستخدمها. اه يعني لازم التفاصيل دي تعرفوه علشان اه لا تنخرب عندكم الاعمال. تمام? تمام. فبالتالي نسبة التصلب. زي ما قلت لكم نسبة التصلب مختلفة من شركة لشركة. حلو. طيب في سؤال كمان اه. عملت قالب بالصلصال الخاص ولكن مرت اربع عشرين ساعة وما قصي. ايش السبب? عملت قالب ايوا من السلصال. بالصلصال الخاص ولكن مرت اربع عشرين ساعة وما صار قاسي. ايش السبب? اه هل تيقصبت الصلصال لمصار قاسي او الريزن? از كان الريزن لما صار قاسي ف tension نحن ثلاثة غلاط ممكن نكون ارتكبناها اثناء العمل وخلت العمل غير قاسي اللي هو ممكن يكون النسب عندي خطأ او يكون طريقة الخلط عندي خطأ او يكون كمية اللون اللي اضفناه للريزين كثيرة فبالتالي هذه الثلاثة الاسباب تؤدي الى عدم تصلب العمل تبعي خلاص كده لكن اذا كانت بتكسب نفس السلصال الخاص لديش ما تصلب فالسلصال الخاص ما يتصلب اصلا هو ميزته انه ما يتصلب عشان تكبير تخرجيه وتكتستخدميه في اعمال اخرى طيب تماما في ما هي المادة التي نلمع بها الريزين ايو ممكن نستخدم بنات الالواء المادة التلميع الاضاءة تبع السيارات طبعا هذا الشي كمان يعني مثلا انت تستخدم اعمال الريزين عندي فضرور يكون عندك المادة دي اللي هي تعرف ملمعات الاضاءة تبع السيارات اللي تبع السيارات هذه المادة تكون مخصصة للتلميع عموما خلاص فانتو ايش هتجيبو حتجيبو المادة دي خلاص ونبدأ اه هي تجي كزين مادة المعجون اوكي هنسكب طبقة خلاص على العمل تبعي تمام واتركوه انشف خلاص النفس الطبقة دي اتركها تنشف على العمل تبعي خلاص كده بعد ما انشف بعد كده اجيب المنشف ايو وهي تحطيكي لمعه للعمل تبعي لانه بعد ما ازلتها خلاص هتتغطينك كل شيء او القطور مش حتى الموجودة في العمل تبعك بيبدأ يروح مع المادة دي طب هل المادة هادي تحمي قطعة الريزن ولا في شيء ثان ممكن يحميل القطعة لا المادة دي ما تحمي هادي المادة تلمع الريزن لكن حماية كحماية للقطعة فانا ما في اي منتج ممكن يحمي لك القطعة غير طبقة الريزن خلاص بس عندي نصيحة اللي لاحظتها في الاعمال انه مجرد ما يزدع يجي في عندي كالعمل المفروض ما نستخدمه اوكي بنات المفروض بعد ما تصلب عندي العمل بيوم واحد انا عندي 24 ساعة العمل عندي حتتصلب تمام فانا عشان لقيت خدش عندي اترك العمل عندي تقريبا ثلاثة الى اربع ايام اتصلب تماما خلاص بنات بعد كده ابدأ استخدمه ليش لانه في خلال الثلاثة الايام هو لسا يعني اتصلب من الخارج لكن نفس قلب الريزن اللي استعه فيه اه نسبة ليونة فبالتالي اي خدش اي حاجة حطتي عليه ممكن اختجلك طبقة الريزن او العمل تبعك خلاص فبالتالي علشان اتجنب هذا كل المشاكل اترك العمل عندي اجيل تقريبا ثلاثة ايام اربع ايام بعد كده ابدأ استخدمه وما راح اظهر فيه الخلوش بسرعة واذا اتخدش عندنا ساعات هنستخدم الملمع طبعا بعد استخدامات كثيرة للعمل تبعنا اكيد راح تخدش زي الزجاج فوقتها هتقدر تستخدم ترجع لمعاته بالمادة اه تبع تنطيف اللي تبع السيارات او الاضاءة تبع السيارات تمام حلو طيب استاذة نسرين او انا حابة اشكرك مرة على هذه الحلقة مرستمتعنا فيها واستفدنا او واخدنا معلومات كثير او حابة بس اختم معاك الحلقة بسؤال نسأل المتابعين سؤال خلال الحلقة قلنا عن نوع من الانواع اللي ما انفع نستخدم معاها اي شعالة حرارية سؤالي جدا بسيط يعني بس اتمنى اللي يكونوا حاضرين اكيد او البنات اللي عارفين في الريزن اكيد راح اعرفوا ايش هي النوع اهد اللون يعني في نوع من الالوان ما انفع نستخدم شعالة معا ايش هي بنا تمام تمام طبعا انا منصد كثير ما ليش الال ايش ايو حابة تفضل ما ليش بس حابة اقول لهم انه احلى هننزل السؤال هذا في الانستجرام على حسابنا وانتو الاجوبة هتكون تحت السؤال مو هنا تجابوا يعني تمام عشان يتم السحبة عليها انا قاعد اشوف التعليقات ما شاء الله الكثير قاعد يجابوا تمام اوكي فهي جدا تشكرا لك على اللقاء هذا الحلو وانشال الله ما يكون اخر شيء بيننا ويكون فيه اشياء كثير آآ عشان الناس تستغير باسم اللي حابة والله اعطيكم العافية ومشكورة كثير انا كمان عشان اطلع فرصة اني اطلع معاكم و построر بسمنا يكون ما اكون ضغفا يعني سكيلع فوقيت ضغف وينتطرآ على كل الاسئلة اللي انطرحت وحياك الله حبيبك وإنهي وإنهي الله سيدكم يا رب والشبه لكم جميعا الله يسلمكم جميعا شكرا لك ومع السلامة مع السلامة لله في أمان الله